اهلا وسهلا مشاهدين الكرام في برنامج ضيف انفاس ضيفنا اليوم كريم زيسوني رئيس مجموعة سيس بي وهي شركة عالمية انطلعت من المغرب متخصصة في مجال الفينتك وتكنولوجيا المال والأعمال وذلك لتسليط الضوء على امتكارات الشركة الجديدة في المغرب وفي افريقيا اهلا وسهلا السيد زيسوني مرحبا بك بكنا على الاستضافة كشكرا جريدة انفاس على الاستضافة القيمة ومرحبا بنا عندكم مرحبا السيد زيسوني بداية كنعرفه اولا بالمسار المهني للضيف دينا كريم زيسوني مغربي الاصول درت بداية الدراسة دينا هنا في المغرب بعد طلعت الاوروبا درت لكول بولي تكنيك مدرسة بولي تكنيك يعني اخذت فيها مهندس مهندس بولي تكنيك في الاعلاميات والادارة وبعد ذلك اخذت ام بي اي في ماستر ديجري في الابتكار او في ادارة الابتكار بعد ذلك اشتغلت في شركة عالمية تعتبره اول فينتك في اوروبا اللي بتشتغل مع عدة دول في المجموعة الاوروبية مع جميع البنوك والشركات البترولية والمؤسسات العمومية بعد ذلك دخلت الى المغرب فاشتغلت في احدى الشركات المغربية المتميزة في هذا العالم ديال الفينتك وبعد ذلك قدرنا بدينا هذا المشروع او هاد المغامرة ديال المقاولة اللي اعطات اول بي بي ديالها اول مولود ديالها اللي هو شركة سيس باي اللي اصبحت الان مجموعة سيس باي استددوا لي ما هي اهم الانشطة والخدمات لمجموعة سيس باي اهم الانشطة لمجموعة سيس باي كما قلت في الاول يعني بعد ما بدينا هاد المغامرة ديال شركة سيس باي وكتعرفوا بان المقاول كتواجه صعوبات وتحديات في الاول اللي اجتازناها بفضل ديال الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك بفضل الفارق اللي معانا في هاد المجموعة الان مجموعة سيس باي تشتغل مع 36 مع زبناء موجودون في 36 بلد في افريقيا والشرق الاوسط هناك مجموعات بنكية اللي ممتدة على 17 بلاد هناك مجموعات بنكية اللي ممتدة على 15 بلاد هناك مجموعات بترولية اللي موجودة في 20 او 10 دول هناك مجموعات اللي اشتغلنا معها اللي هي اوروبية او امريكية اللي يعني في الميدان ديلها كتكون هي الخدمات اللي كان قاموا بها عدنا جوج ديال انواع الخدمات الخدمة الاولى هي ما يسمى بالدفع الالكتروني بحل فيزا ماستر كارد جي سي بي هادو الدفع الالكتروني اللي يواكب واحد معايير دولية وبعد ذلك كين واحد مجموعة ديال البرمجات او ديال الحلول اللي هي حلول كتسمى لدات قيمة مضافة بحل بطاقة الوفاء او حلول ديال الوفاء الحلول ديال كروت ديال البترون حلول ديال ديال مؤسسات ديال الدراسة ديال الكليات ومؤسسات ديال الدراسة الى اخر ذلك من الحلول التي تواكب هاد المجموعات او هاد المؤسسات الخاصة في الفين وعشرين مع صندوق مالي اللي كتسمى ماروك نميريك فانز تم انشاء مع سيس باي وماروك نميريك فانز عملنا انشاء شركة اسمها وان باي متخصصة يعني متخصصة في الرقمانة الهدف ديال هاد الشركة هو اضافة واحد لابينة للمشروع استراتيجي ديال المغرب اللي هو الرقمانة ديال المؤسسات الخاصة والمؤسسات العمومية ومن بين الابتكارات هناك عدة ابتكارات اللي دارتها شركة وان باي ومن بين الابتكارات اللي دارتها كينين ثلاثة ديال ابتكارات هامة غادين نقولهم لكم ان شاء الله غادين نخبرهم لكم بعد ان شاء الله نعم وماذا عن الابتكارات اللي اطلقتها خلال الاوينة الاخيرة وفي اي قطاعات اللي مرتبطة بها بتلات الخدمات هالي الابتكارات الاخيرة او ديال الاوينة الاخيرة اللي هي كنت تكلموا عليها الان هو شبابيك الكترونية اللي كتخدم ربعة عشرين ساعة لربعة عشرين ساعة سبعة ايام في الاسبوع وهي خاصة بشركة تأمين هاد الشبابيك هدي كتعطيك الفرصة باش تجي اما تقييد في شركة تأمين من الول تبدأ عملية ديال تقياد بوحدك كتجيب بايرميديار كتجيب بلاكارد ديال تجيب رخصة ديال السياقة كتدير هاد العملية هدي ودخل المعلومات كتختار وكتخلص بلاكارد بانكير يعني بالبطاقة البانكية ويتم هاد العملية كاملة على حسب القواعد او التي تجري يعني القوانين الجارية في البلد وكتخد الورقة ديالك ديال لاسيروس او انك عندك واحد لاسيروس وبغيتي تجددها فكتجيك تجددها او بانك بغيتي غير تمدد واحد العقد اللي عندك سري مفعول هاد العملية هاد الشبابيك الالكترونية وهي خارجية معمولة بمعايير دولية يعني بأنها تصبر على الغبرة وعلى الشتاء وعلى هذا الشهاده وعلى قاعد المسائر هدي فيها فيها نقط قوة متعددا بالنقط القوة هي انها فيها الليكتور ديال الكوياكود هذا الماسح الضوئي ديال الكوياكود اللي كي قرر الكوياكود فاش كتجين انت بالورقة ديال التأمين ما كتبقاش تدخل المعلومات غير كي قرار ديال الكوياكود كتطلع لك المعلومات ديالك بطريقة الكترونية من بعد كتختار شنو بغيتي كتدفع البطاقة وكت ومعاك في نوس الوقت كتتكلم معاك اما باللغة الفرنسية ولا باللغة العربية بشي واحدة لما كانش مولفك يبدأ يولف بشوية بشوية وكتعطيك تيكي ديالك بانك اخلصي يعني رما الى داس العمل يمزين لكتاخد تيكي ديالك وكتاخد السيرتيفيكا ديالك او ورقة تأمين ديالك في البلاصة وهناك واحد الكاميرا اللي كتصور على حسب باش ميكونش هناك عنف على ديك الشبابيك ولا شي هدفك تصور لتفادي اي عمل ليقدر يكون ماشي ماشي هو المطلوب مع هاد شباك هذا وهاد الشبابيك هذي الان موجودة في تسعة مدن اللي هي طانجة كان يجوج في الرباط جوج في الدار بيضاء اقادير مراكش سطات وجدا ومكناس وفاس ولا نقطة سعة مدن موجودة في هاد الشبابيك يعني يعني الناس يمكن لهم يمشوا لهاد الشبابيك هذي ويستعملوها باش ياخدوا ورقة تأمين ديالهم في نفس الوقت يعني في دقيقة او دقيقتين ياخدوا نعم نعم بالنسبة للمنتوج ديال الشركة ديالكم الشبابيك الاوتوماتيكي الدكية واش هللقي هذي المنتوج اقبال لدى الشركات المغربية او تفاكرونه مستقبلا في تصديره الى الخارج شكرا اصداد ابدالله على هاد السؤال فا اولا بغيت نقول بانه هاد الشبابيك هذي فهي متاحة للمستعملين يعني زوبنا 24 ساعة ل 24 ساعة يعني ليلا ونهارا وسبعة ايام في الأسبوع يعني جميع طائرة الأسبوع بالإجسان كيت في هذا الزحام اللي كيكون في الأجنس ما يتسنناش يجي استعمال وهذاك شي ساهل وبسيط للاستعمال كنشكروه من هاد المنبر هاد الشركة الاولى اللي انطلقات مع هاد الشبابيك اللي هي شركة مامضة امسايمة اللي تعد من تسعة الشركة الاولى ديال التأمين في المغرب وهما اللي عندهم دبا هاد الحضور في هاد تسعة مدن فهناك ايضا الان كنت دولوا مع شركات اخرى ديال التأمين اللي ابدوا الاهتمام بهذا الشبابيك هذي وشال الله قريبا غادي تشوفوا الشركة الاولى تهي اللي كتستعملها زيادة على المامضة امسايمة واش هاد الشي غادي نصيف تولى فخيك نعم احنا هتخدامين في في الثوثلاثين مع زبانا بالثوثلاثين دولة فاحنا ارسلنا المعلومة واغلبية ديال الشركة ديالنا يعني يحتفنونا معانا بهذا الانجاز اللي هو كبير وكي يسولونا على هاد المنتوج باش يعرضوه على شركة التأمين المتواجدة في دول مثل البيناء مثل كامرون مثل سينيغال مثل يعني التونس الى اخرى من الدول القريبة والبعيدة اللي كنت عاملوا معها اليوم في في اطار ديال واحد الحلول واحد اخرى واحنا كما كنا نديروا قنديروا النية الان نعم وكنا نديروا النية وكنت اللوف الواليدة نظرنا بأننا نصل لنا إلى الدمي فينال بحل الفريق الوطني اللي شرفنا في هذا وعطانا هذا الحماس وهذا الأمال اللي رفع علينا وعطانا حد إشعاع المغرب وعطانا حد إشعاع المغرب لو الناس كيتكلموا معنا كيقولوا إنا كما عارفينكم غادي تكونوا في نفس المستوى دي الفريق الوطني اللي حقق هذا الإنجاز وإحنا زعمات إحنا بغينا معكم نصل لشي إنجازات تكون على المستوى العالمي نعم 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 وبالنسبة للقطع العام أو للقطع الخاص ايشنا أهم الخدمات والابتكارات اللي درسوا في هالقطع عام نعم اليوم سيس بي كتشتغل كما قلت لك في 36 دولة مع أكثر من 79 من أكبر زبنة يعني شركات كبراء في حل مثلا فيفو إينيرجي مثلا اللي هي شركة كبيرة ومتواجدة في أكثر من 23 دولة في إفريقيا وفي المغرب هنا عدنا معهم واحد البخوجي واحد المشروع اللي أصله هذوك البونات ديال اللي كيكونوا في الستاسون اللي كيعطوهم ناس كيخلصوا بهم البنزين تعملت لهم الرقمانة من الأول إلى الآخر لتسهيل العملية وتبسيطها على المستعمل بأنه يأتي بواحد البون مرقمن في الهاتف ديالو وثانيا بأن احتموا الستاسون كيقدر يرجع الفلوس ديالو يعني يتخلص في الفلوس ديالو بواحد طريقة سريعة وبسيطة ما فيهاش تهرس كما كيقولوا ديالرس فهذا الكوبون هادو أو هاد البونات هادو فهذا الحلول هادو خدامة الآن أكثر من من سانة يعني في جميع المحطات ديالشيل تعملتها الرقمانة بطريقة ذكية وبطريقة زعمة بواحد المنتوج متقن جدا الآن كان قد يعني كان نعملوا واحد لاندو واحد الإدماج مع شركة لأسين تيل ديال الشركة الوطنية ديال النقل المغربية ديال النقل باش يكون واحد الإدماج باش حتى البونات ديال لايسين تيل اللي تدمجوا في اللول يتزاد عليهم واحد واحد عمليات أخرى مرقمانة بحل غادي تكون لاكارت البطاقة ديال لايسين تيل اللي غادي سهل بزاف على الموظفين ديال الدولة وللالنس اللي كي تتعاملوا مع لايسين تيل غادي سهل عليهم العملية بواحد طريقة كبيرة وده غادي كلنا الفخر بأننا نشاركوه في هذا المشروع بهذا اللي عنده هذا الإشعاع وهذا يعني مشروع كبير مشيش مشروع صغير مشروع كبير ومهم بزاف ديال الأطراف اللي في المغرب تقريبا أنك تعرف عنا لايسين تيل يعني كتخدم مع جميع تقريبا الأطراف العمومية ديال الدولة ديال المغرب ديالنا الحبيب نعم سيزي سوري وبالنسبة البسكارات ديالكم القادمة في الشهور أو الشهر المقبل هناك جديد في البسكارات ديالكم إن شاء الله في إذن الله كي مشي غير جديد واحد كي جديد وجديد وجديد بغيت نضيف واحد الأمر قمنا نهضر على الجديد ديال الإبتكارات اللي جاية قادمة هو الآن عدنا واحد المشروع اللي جميل جدا اللي هو خدمناها مع شركة سانفوني اللي شركة سانفوني متخصصة في ديجيتال ماركوتينج يعني في التسويق الإلكتروني اشتغلنا معها من أجل تيكوتينج تيكيات ديال ماتشار ديال الكورة مع المغرب الفاسي وعدنا الحمد لله ديال عقود اللي كتسين ديال مع فرق أخرى ديال خدمة ديال تدت القطاع الرياضي نعم القطاع الرياضي واللي هو مهم بزاف لأن تعرف بأن اللعباء المشجعين اللي بشوح القطر بشتبعوا المغرب هذالناس هذول يعني نزون غوب خزنتي يعني كانوا هما يلي نبوع لنا عندهم عملية مهمة مهمة عندما يدخل تكرفص لأنه لديك ورق القطاع الرياضي في المغرب نعم لأن هذا الإنجاز الذي يقع مؤخرا مع الفريق المزخب الوطني يعني سيجد الأنظار كالعباء كمنطيمين نحن 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 تحديد المتتبعي فنحن نريد أن نسهل عليهم هذه العملية الولوج من الملاعب أولاً تسهيل على الناس الذين يقوموا بأن نسهلوا عليهم كيف يقوموا بأن هذا السيد لأن الأمن هذا دخل في منصة أمنوا الملاعب دينا وثالثاً نضمن الفارق بأن المداخل دياله تصلوا هو لأن هذه المداخل لا يقوموا بها ركي قد بها المسائل دياله كيف يقوموا بها المداخل دياله يعني هذه الأموال يخدم بها الفارق باش يطلع من المردودية ويطلع من الإنتاج للفارق دياله فبغينا هتوصل فعدنا هاد الإنجاز اللي درناه مع المغرب الفاسي كان بطاقات سنوية اللي كتتجدد بطريقة سهلة وكي نحتاج تكيات تذاكر اللي غادي تدت ياخدوها يعني قريباً غادي تطلق لهم باش يبدووا يقتنوا التذاكر بطريقة إلكترونية ويدخلوا بها بطريقة سليمة وبسيطة ومبيل الإبتكارات كين إبتكارة كين إبتكار مهم جداً واحد الإبتكار رائع جداً اللي غادي يحدث واحد تغيير في السوق ديالنا المغربي نعم اللي هو غادي كيتجدد كيتجدد بالريتم دياله باش كتسمى كيفاش كنقوله اللي غادي بمستوى دياله بسرعة دياله غادي بسرعة دياله فاحنا بغينا نعاونو هاد هاد السوق دينا المغربي باش ماش نقوله نسرعه احنا ما مادناش هاد الغروض ينقوله احنا غادي نغيره احنا بغينا نكونوا مساهمين بكل تواضع احنا الشركة بغينا تساهم فهذا الرقمانة ديال السوق المغربي وايضاً للناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يشريوا هاد الرقمانة حيط ربما يكون مباني المسائل اللي كتحبس إنسان باش يمشيها رقمانة وبأنه يمكن يكون التامن ديالها طالع شوية فاحنا جينا باش نساهموا فهذا الرقمانة ونسهلوا عليهم الولوج لهذا المداد ديال الرقمانة فأنا ما كرهش عبدالله ما نفسحش كتير على هاد هذا وإلا أن هادش هاد يطلق من هنا شهر فبغينا نعطوكم موعد وهذا يشرفنا بأن أنفاس تكون معانا تواكبنا نعم نحضروا إن شاء الله الحادث ديالكم القادم ونواكبوا إعلامياً للمسكارات ديالكم وهدف صالح القطع الرقمي بالمغرب وهدف صالح القطع الرقمي بالمغرب الله يزاكم بالخير فحنا نطامعين باش تكونوا معانا إن شاء الله ويكون شرف لنا باش تكونوا معانا فأنا ما غادي نفسحش كتير على هاد الأمر هذا ونعطيكم موعد من هنا شهر باش تكون عندكم إن شاء الله الأولوية للتعرف على هاد المنتوج والتعرف على الإنجازات دياله وشنه هو الوقع دياله كيفاش غادي يكون على السوق المغربي نعم إن شاء الله شكرا جزيلا على كل هاد المعلومات وهاد المعطيات شكرا متابعينا الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم أيضا جديد موسيقى